السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعرف أفضل شيء لعلاج السحر والله لو استمعت لأفضل المشايخ ولو استمعت لأئمة الحرم لن تشفى من السحر إلا إذا تطبقت هذا الشيء الذي سأخبرك عنه الشيء ده هو إيه سبحان الله كل إنسان مصحور ربما أن يكون جسمه منهار وجسمه تعبان وعنده اصدع وعنده ألم في الظهر والألم اللي في الركب والألم اللي في المفاصل جسمك تاعك ما بتكونش طيقه نهائيا وبتكون يعني سبحان الله في حالة انهيار تام وتحس كده إن الصداع والزغلالة ما بيخلكش إنك أنت تركز في أي شيء والوحدة والانطوائية ثم بعد ذلك تلجي إنك أنت تروح لراقي ويقولك أنت عندك سحر لدى أنت عندك مس ده نظرة صفلية ده حسد ده شيطان وكل واحد يقولك إن الشيطان اللي موجود جواك شيطان عنيد والشيطان رافض إنه هو يخرج منك هتظل في دوامة مش هتعرف تخرج منه فوالله هي علاجك اللي أنا حقولولك ده بإذن رب العالمين إيه هو العلاج المحافظة على الصلوات الخمس والالتزام بالله أنا حقولك عليه الصلوات الخمس هي عبارة عن نور وتصور كده إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول الله وليه الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور فأنت عشان تكون عبد مؤمن لازم إنك أنت تكون من أولياء الله جل وعلا ومعنى إنه يتولاك الله جل وعلا عمرك لحتنال شقاء في الدنيا ولحتنال تعاسى بل بالعكس ربنا سبحانه وتعالى حيكون معك في كل خطوة من الخطوات وبيأيدك وبينصرك عشان كده الصلاة نور فتصور كده إنك أنت سبحان الله بتستمع للآية ديات الله وليه الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات أوليك أصحاب النارهم فيها خالدون تأمل معايا كده يا عزيزي إنك أنت سبحان الله لو أنت في الظلمات الظلمات ديات معناته إنك أنت مصحور معنى إنك أنت ما بتصليش فأنت كأنك محطوط في وضة ظلمة الوضة ديات مليانة كركيب كل ما تيجي تمشي تتعطر في حاجة فتقول آه من شدة الألم وتغبط في حاجة في راسك تغبط في إيدك تغبط في جسمك فجسمك كلته بتعاني فيه من ألام فضيع جدا لو أنت موجود في وضة ظلمة وما فيهش أي نور كذلك ديات الحياة كل التخبطات والمشاكل اللي موجودة في حياتك ديات لأن ما فيش نور في حياتك عشان كده هل أنت فكرت إنك تجعل ليك نور بين إيدك وخلفك وعن يمينك وعن شمالك وإن النور ده ربنا سبحانه وتعالى يحوطن بيه من كل اتجاه فلا تشقى بعد هذا النور أبدا فكرت في المسألة ديات قبل كده ولا لا عشان إن أنت تكون في النور ده معناته أنك أنت شايف كل حاجة فجسمك مش هيتعب نهائيا لذلك كل إنسان ما بيصليش أنصحك أنك أنت ما تستخدمش أي رقية شرعية ما تقولش الواحد أنا تعبان وأنا عندي سحر وبتعالج وما فيش نتيجة وهو النتيجة الأولى أنك أنت تركت الصلاة اللي هي عماد الدين العمود اللي مبنى عليه كل حاجة إذا أنت أقمت الصلاة ديات أنت أقمت الدين كله فمعنى ذلك أن أصبحت الملاكة بتحفك ثم أنك أنت لما تجي تصلب تقف أمام الله جل وعلا في الوقفة ديات يقول ابن القيم أن الإنسان بيكون إيه على عدة حالات الحالة الأولى إنسان معاقب وده اللي بيصلي ما يعرفش وبيقول إيه والحالة التانية إنسان مجاهد وده اللي بيحاول أنه جاهد نفسه ويثبت في الصلاة والحالة التالتة إنسان مثاب اللي هو بيكون مركز في صلاة وخشع فيها بيأديها بوجبتها وأرقلها على الوجه الطيب والحالة الرابعة بقى هي حالة الإنسان المقرب وصل الله أن يجعلني وياكم نعيش في الحالة دي فعشان كده كل إنسان يعني سبحان الله صحر أنصحك نصحها مختصرة ما تحاولش إنك أنت تشوف أي رقي يرقيك ارجي نفسك بنفسك حافظ على الصلاوات الخمسة في أوجتها سمي الله وإنت بتاكل وحمد الله بعد الأكل غض بصرك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أنت كده خدت كل الجوانب الإيجابية اللي تقدر من خلالها تشيل أي سحر فإزاي إنك أنت تعالج السحر بالقرآن أو إزاي إن أنا أرجي نفسي بنفسي بسيطة جدا تكون على وضوء وتقرر آية الكرسي لمدة ساعة متواصل ما فيش أي شيطان حيوجد في جسمك تكون على وضوء وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسبح ربنا سبحانه وتعالى فالجن مشرك الشيطان الكافر مشرك وإنت موحد ولما الإنسان بيسبح بيعظم وينزه الله جل وعلا فالسحر يتلاشى منك مرى النبي صلى الله عليه وسلم وده حديث صحيحة عن النبي فوجدت شجرة والشجرة دي سبحان الله كانت نشفة يعني الورق بتاحها نشف مسك العصة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم مسك العصة التي في يدي وظل أنه يهز الشجرة فتساقطت الورق الورق كله تساقط فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقال لهم أترون هذه الورق الشجرة التي تساقط عنها الورق كلمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله تساقط الذنوب عن الجسد كما تساقط هذه الورق على الأرض فالذنوب والمعاصي هي اللي بتعطلك الحياة ومخليك عايش في ضن عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني سبحان الله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرها إن ذلك على الله يسير يعني وربنا سبحانه وتعالى بيقول وهو الذي يعفو وهو الذي يعني سبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وما أصابكم من سيئة فبما كسبت أيديكم يعني كل المشاكل والهم من أنت عشا ديت إلا أصابتك ديت بما كسبت إيدك أنت وربنا بيقول لي ويعفو عن كثير التزم بالله أنا قلته لك ده والله ستشفى من كل أعراض اللي موجودة في جسمك فالتعب والصداع والخمول الشديد اللي في الجسم علاجه صلاة الظهر وضيع المال علاجه صلاة العسر فمن فقد العسر فقد يعني سبحان الله وترى أهله واللي بيسيب صلاة الظهر ما فيش في جسده صحة واللي بيسيب صلاة المغرب ما فيش في وقته بركة لأنها صلاة خفيفة واللي بيسيب صلاة العشاء والفجر يعني سبحان الله ما فيش نور ليه في الدنيا فحافظ عليهم تشفى من السحر بذن رب العالمين شاركها لغيرك فالدالع الخارجة في علفي أمان